القرآن ذوالربي عزيزان السفوان سطلا مرتفاف اتسوين ذو فريد مسلماء ورثكين دماء قرآننا قلوبنا له سكن أرواحنا له وطن يملأ فينا عقلا ووجدانا ما أتعص من سار بغير منهج طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبدا الظهر ظنآنا وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمتا في السمثين السلام ربي فلوان ما زال لغ نتكمل الدروس للتفسير ما زال لغ كد صورة العنكبوت تسجيل الدرس وسط الثمية وتسعة وتسعين ودينا في السرمير ذو ربي سيلايا سباة وعشرين ألا ماذلايا خمسة وثلاثين ووهبنا له إسحاق ويعقوب ربي سبحانه لغ دي تمثليه في سيدنا إبراهيم الخليل أمشي في الصفرح يرزق فيد إسحاق ميس يعني إسحاق بن سارة ومن بعده ذو إسحاق ربي إرزق فيد سميس يعقوب يعقوب يعني ذفس سيدنا يوسف ووهبنا له إسحاق ويعقوب هذه هبة ربانية إلى خليل الرحمن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب من البشائر إذ يفكر بإسيدنا إبراهيم الخليل أن جعل في ذريته النبوءة والكتاب لنبيان سيد ذريينس أماند سيدنا موسى أماند سيدنا إسان أمان سيدنا محمد من ذريتي إسماعيل يعني وإسماعيل مثل سيدنا إبراهيم الخليل فاقي ذيوثن البشرة ثم قرانت يفكر بسلحانه خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب أما الطورات دين ذنب سيدنا موسى أما ذي الإنجيل دين ذنب سيدنا إسان أما ذي القرآن دين ذنب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكل من لهم وَآتَيْنَاهُ أَجَرَهُ فِي الدُّنْيَا رَبِّي سُبْحَانُهُ يَنَّدْ آتَيْنَاهُ وَآتَيْنَاهُ أَجَرَهُ فِي الدُّنْيَا المقصود ذاكي الرزق الحسن والثناء الحسن ربِّي سبحانه إفكا يصدى الرزاق إسدنا إبراهيم الخالير ذي الدنيث وكذلك الثناء الحسن يعني جميع الناس يثنون على إبراهيم الخليل إسعى لقدر ذا مقران أما البني إسرائيل أما النصارى المسيحيين أما المسلمين وطسن السنن من إبراهيم الخالير دانت الحان توجذنت قيمة رسا نكوني ذي الإسلام بعدما اكتمل الدين لكن دين ربي ذي سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وآتيناه أجراه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أربي سبحانه إفكيس البشرة النظم ذي سنت تذرين أما ذي الدنيث أما ذي الأخرث إبشريثيت بشاديلين ذي الآخرة وخام القرار من الصالحين يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يعني سيدنا إبراهيم الخالير إصفرحتي دارب سبحانه عز وجل بشاذيلي ذي الأخرث أكد صفوة الخلق وقد اختار ربي سبحانه من الصالحين ولوط إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ذاكي ثوران ثفذا ثم شاوتنا قصة لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه من أهل سادوم قومي نسل أهل سادوم ولوطا فريما ربي ما قد يحكوه قصص الأنبياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتسلى بقصص النبيين والمرسالين هذه يرثاح هذه زراشو قاعدين في اللاس ذا شو يتعدين في اللاس ونكون معاشر المسلمين من غر قصص الأنبياء أنظر باللي وسنتد وحيا عن طريق الوحي في خاطر من الغيب وقعاشن ذهن غاكو ذلوت نغاكو ذي براهيم نغاكو ذنوح شيخ الأنبياء نغاكو ذي يوسف ولاش وقعاشن ذهن غا يذسن ولكن ربي سبحانه إخبره والخضارد في كارب سبحانه وحيا عن طريق الوحي ذي القرآن الكريم في كثد الصادق المصدوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم نكون آمنا به وصدقناه ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين سيدنا لوطا إنا يسيل قومي نس يعني أهل سادون أتخذ من الفاحشة دين تظرامي ثماثين دين تحصان الفاحشة ثام قرانت إنا يسولاش ويتسيخذ منق ذلك نوين ذي الفاحشة ثام قرانت يأكل أقوام يعدان سعان الكفريات سعان الشركيات سعان الظلالات سعان الفاحشة ولكن فاحشة ثام قرانت سيوى القوم من الوطئة خدمن نبههم يعني إفغاد دقسا دخين في الفساد في الخسارة إخدمن أينكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل ولذي مجد يسعديني مسفري ذن يسلبون أموالهم ألغة المين بفرغني فردنا خطرت سيوى ذن دع الدين أن دلان وقالا قيل المفسدين وتاتون في ناديكم المنكر الندين سم يعني مكان اجتماعهم محل اجتماعهم أن دانت سمليلين ذن خدمن الفساداقي خدمن المنكر كدين ربي سبحانه وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا تنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين أسقارن ما يلان تيذ تيذ تمسلايا ماذويني يهدرن الصدق تيذ تذي الحق أهاثان أهاثان أظلف ربي باش أغدي عاقب باش أغدي عتب باش أغدي عتب ولكن هذا طبع المفسدين الظالين المظلين أكيد تقفالنا الأنبياء مثل ديو النبي الحجة والبرهان والدليل وثني ديسم اكتصى ربي سبحانه وثني والله التوحيد سفريدنا الخير سفريده الهان باش أذب بعد الفساد القصارى ذا شقارا ديو الجواب لسن فما كان جواب قومه إلا أن قالوا تينا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ينكرون ذلك ويواجهون بهذا الأمر ما تسدد سلايض إناس يا ربي أدنزل فلنغ العذاب أغي عتسب ذي الدولي سيدنا لوط يتوجه ربي سبحانه عز وجل هو الملجأ قال ربي انصرني على القوم المفسدين السثر ذي ربي سبحانه إذا ربي سبحانه بشث ينصر في القوم على القوم المفسدين أدنزل صفة نسم أكد ذي القرآن صفة الفساد لجأ إلى الله يروح ربي سبحانه السثر ذي عيس بشث ينصر في القوم المفسدين وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُّنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرِيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ربنا سبحانه عز وجل أرسل الملائكة إلى إبراهيم رسولنا أي الملائكة إلى إبراهيم بالبشرة يصفر حيث ربي سبحانه ذي شو ذي البشرة مثل درزق ربي سميس إسحاق ومن بعد إسحاق مثل إسحاق يعقوب وثي بشرة ذي الملائكة يتدي السوضن إبراهيم الخليل خليل الرحمن قالوا ذا شو دين الملائكة قالوا إِنَّا مُهْلِكُوا هَذِهِ الْقَرِيَةِ يعني قرية سادومك أهل سادوم يعني أنديل القوم سيدنا لوط إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ربنا عز وجل أنبأ الملائكة بصنيعهم بفسادهم بظلمهم أنبعد الملائكة ننسي إبراهيم الخليل إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرِيَةِ إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرِيَةِ إِنَّا أَهْلَهَا إِنَّا أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالا دَقِي إِبْرَهِيمَ الخَلِيلَ قال إن فيها لوط النبي قالوا نحن أعلم بمن فيها الملائكة جوا في إبراهيم الخليل نحن أعلم بمن فيها نحن أعلم بالصالحين أعلم بالمفسدين أعلم بالمهتدين أعلم بالظلين الزران قالوا نحن أعلم بمن فيها فطمأنوا إبراهيم الخليل تتمت الآيات لننجينه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين الملائكة نسي إبراهيم الخليل ننجيه له النجاة ولهم الهلاك والعذاب والتباب والخسارة ما ذلوط أكذ الأهلي ناس لكن ملان وقذكي هم ناجون لا يطالهم العذاب العذاب الني وثني تصوذارا نثني الهلاك وثني تصوذارا لا لوط ولا الأهلي نس ولا الممنين إلا مرأته استثناء ثم تثني استمقرانتك يعني ثن كانت توافق أهل قرية لوط في فسادهم وفي ظلالهم لذلك هي مستثنات من النجاة بل هي يطالها العذاب كما يطال غيرها من المفسدين ومن الظالمين الظالين إلا مرأته كانت من الغابرين نتساة وثني كلا أتسي أوض العذاب وَلَمَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُولُنَا لُوطًا أسمي بظن الملائكة يغر سيدنا لوت بظن نارغورس سيء بهم وضاق بهم ذرعا يزراشو خدمن القوم ينس يقوذغ في الملائكة القوم ينسا ثنظرا نثناذون يعني أسنس خسرا يعني الخدمات من الضرب يقوذغ في الملائكات يقوذغ في المل berm Libyan يقوذغ القوم ينسا يقوذغ هن 자신 lienMic يعني ذي الملائكة وضاقا بهم ذرعا يعني يزرام بالكلام يتقلقها في الب swoحات يقوذغ في غرين يعني ذي مرة القوم ينسى يخذ من الضرب اللي孽 الملائكة فهنا فنحن Type اكتذير سيدنا لط ذا شو سنن وقالوا لا تخف ولا تحزن أسقرن أرتق لا في إيمانيك لا في لاناغ اكسغف ليوليك ورح تزنرا وقالوا يعني ملائكة قالوا لي لط وقالوا لا تخف ولا تحزن ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين تأكيد نناس شنس الخاض ثم جيض أما دي شي شامد الأهلي سيوى ثم تثنيني في سنة ثنة إج قفل أين خدمن القوم اللوت من أهلي سادون نتساث آتس ياوض العذاب أما كنا ريوض العذاب القوم اللوت إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا ألا إكا الناس أدنزل ربي صبحانه أدنزل العذاب الرجز معنى العذاب من السماء أغفل قرية أغفل قرية أغفل أدنزل من السماء بما كانوا يفسقون طب برير هذا العذاب لا يتنزل العذاب إلا على المفسدين على الفاسقين على الظالين خطر لأنه عذاب مستحق بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون سيجلها ثانجاروث ليا 35 من صورة العنكبوت يجعل ربي صبحانه عز وجل العذاب من الدين الزلن في القرية في الثالدار تقين انسادوم القرية يعني ظلمن يسخصرن يسفسذن إجعل ربي صبحانه العذاب آية آية درسا وعظة ضد درس الموعظة يكو الناس جميعا بشظرا مصير المفسدين مصير الظالين مصير الظالمين مصير الكافرين ولكن ربي ند آية بينة لقوم يعقلون وقاذ إسخذمنا اللغنسن وقاذ إقارن التاريخ قراءة اعتبار وهذا واجبنا جميعا أن نقرأ التاريخ خاصة قصص الأنبياء قراءة مع أقوامهم قراءة اعتبار نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه شغل ثلويث أرثم لليث سلام ربي فلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة